الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى بأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله مدكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواك من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشي لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقق في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا للكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه قضى نأسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس يحيه يدره إليه قال ابن أم إن القوم استضعبوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العبل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين آمنوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين آمنوا وفي نسختها هدى ورحمة للمؤمنين وفي نسختها هدى ورحمة للذين آمنوا للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومهم سبعين رجلا لميقاتها فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل ورياي أهلكنا بما كعلى السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصرهم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تحتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يأهدون وقطعناهم اثنتي أشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى القومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من أثنتا أشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شدتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم أن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت إذ تأتين إذ تأتين محيتانهم يوم سبتهم سراء ويوم لا يسبتون لا تأتين كذلك نبدوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتأضون قوما لله مهدكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مأذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذابهم بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا أمانه أنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة لمن يسومهم سوء الأذاب إن ربك لسريع الإقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون أرض هذا الأجنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما به والدار الآخرة خير للذين يتقون أبلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين وإذ نتقل الجبل فوقهم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه بلته وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وابكروا ما فيه لعلكم تتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر أكبر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة 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 من الجن والإنس لهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آبان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أطل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلق أنا أمة يهدون بالحق وبه يأهلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكونة السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يأمعون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض فقلت في السماوات والأرض ليسألونك كأن لا تأتيكم إلا بغتة فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لا استكفرت من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نبير وبشير لقومه يؤمنون سمع الله لمن حمده الله أكبر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعال الله أما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صالتون إن الذين تدعون من دون الله إباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلد ادعو شركاءكم ثم كيدون فلا تنبرون إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العقوة وأمر بالأرف وأعرض أن الجايدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه سميع أليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وودا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرأ وقيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصاء ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسكدون الله أكبر الله أكبر يسألونك على الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلعوا ذات بينكم وأطيلوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورسق كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله أكبر سمع الله لمن حمده 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة